الرحمن الرحيم أعزائي طلبات وطالبات الصف الرابع الابتدائي أهلا وسهلا بيكوا في حلقة جديدة من حلقات منصة البث المباشر وزارة التربية والتعليم النهاردة بنكمل مع بعض حلقات مادة الدراسات الاجتماعية إن شاء الله هنكمل النهاردة في حلقاتنا مثيرة نكون مع المحور الأول البيئة والطبيعية ووحدتنا الأولى بلدنا ورموزه الوطنية احنا خلصنا مع بعض دروس الوحدة النهاردة هناخد المراجعة الأولى على الوحدة وكمان إن شاء الله يبقى في حصة للمراجعة تاني قبل اختبارات أكتوبر إن شاء الله بإذن الله حبيبي مع بعض وتعالى نشوف ونتكل على الله أهداف درسنا النهاردة أو وحدتنا النهاردة نحن هنعمل مراجعة نتعرف بعض المفاهيم الأساسية زي الموقع الجغرافي وعناصر الخريطة والعلم والشعار وكمان هنوضح أهم المظاهر احترام العلم وأيضا هنحدد موقع مصر بالنسبة للعالم وأهميته نبدأ في مراجعة الوحدة الأولى مع السؤال الأول أمام خريطة لمحافظات مصر لاحظها جيدا ثم أجب طب إحنا حبيبي ممكن نجاوب في الشات مع بعض وإن شاء الله هنشوف الأسئلة بتعبكم الإجابات بتعبكم هنراجعها مع بعض سؤال الأول محافظة تمثل نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه القبلي وهي عاصمة البلاد لفترات طويلة يا طرق إيه هي المحافظة اللي بتمثل نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه القبلي وطبعا نص السؤال الثاني وهي عاصمة البلاد لفترات طويلة طبعا احنا عرفنا إجابة السؤال ده من غير منبص على الخريطة لكن يا حبيبي الحلوين ما نتعودش إن احنا نجاوب سؤال الخريطة من غير منبص عليه طبعا احنا السؤال ده خلاص في معلومات سابتة اللي هي عاصمة البلاد هي القاهرة لكن أنا بتكلم على أي سؤال على الخريطة لازم أشوف الرقم بتاعي موجود فين أو إيه هي المحافظة اللي بتمثل نقطة التقاء الوجه البحري بالوجه القبلي وهي عاصمة البلاد لفترات طويلة طبعا القاهرة اتنين محافظة حدودية صحراوية يحدها شمالا البحر المتوسط وجنوبا محافظة الوادي الجديد دي أنا أشتغل هنا على وردة البصلة محافظة موجودة عندها من الحدود الصحراوي بيحدها شمالا البحر المتوسط دي شمالا البحر المتوسط طيب جنوبا الوادي الجديد اللي جنبها من الجنوب الوادي الجديد طيب محافظة إيه الحدود الصحراوي هنا محافظة مطروح محفظة ضد مطروح ضع خطة تحت الإجابة الصحيحة مما يأتي نكملين على الخريطة العنصر المفقود بالخريطة المقابلة هو يترى إيه العنصر اللي مش موجود في الخريطة اللي قدامنا هل هو خطوط الطول ولا عنوان الخريطة ولا مفتاح الخريطة ولا مقياس الرسم طبعا أنا هشوف العناصر الأدامي أو الحاجات الأدامي في الاختيارات يترى خطوط الطول مفقودة ولا لا طبعا لا موجودة يا مستر قدامي دي خطوط الطول موجودة على خريطة وظهر قدامي دي خطوط الطول طيب عنوان الخريطة لا انا مش شايف هنا عنوان للخريطة يا مستر يبقى دمني الحاجات المفقودة طيب مفتاح الخريطة لا مفتاح الخريطة موجود او اللي موجود في العاصمة ومدينة الرئيسية والبحر والنهر مقياس الرسم ادي المقياسة هو موجودة عندي في الخريطة يبقى انا عندي اللي مش موجود من العناصر هو عنوان الخريطة عنوان الخريطة طيب يا يا حبيبي يا شطار. في عنصر كمان مفقود من عناصر الخريطة. عندنا خمس عناصر للخريطة لما خدناهم مع بعض. في الدرس الاول ادوات تحديد المواقع. ايه هو؟ برافو عليكم. العنصر المفقود التاني هو وردة البصلة لكن هو هنا مش في الاختيارات بتاعتنا. هو هنا جايب لنا احد العناصر المفقودة بالخريطة المقابلة. طبعا هو جايب لنا في الاختيارات عنوان الخريطة. لو جايبه لنا في اكمل السؤال ده اكمل. اقول العناصر المفقودة عن الخريطة دي هو العنوان عنوان الخريطة وايضا وردة البصلة. اربع. اذا اردت حساب المسافة بين القاهرة والاسكندرية في الطبيعة فاننا نحتاج الى نقط وردة البصلة عنوان الخريطة مفتاح الخريطة مكياس الرسم. اللي بيحسب المسافة بين المدن او المسافات على الخريطة المسافة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة. وهو شطار حبيبي طبعا عارفين ان ده تعريف او المقصود بمقياس الرسم. تعد محافظة نقط من المحافظات الحدودية الصحراوية. تعال نشوف اي المحافظات دي حدود صحراوية. نقولنا محافظات الحدود الصحراوية لما اتكلمنا في درس محافظات مصر الدرس الرابع. قسمنا مصر لثلاث مجموعات او محافظات مصر لثلاث مجموعات. محافظات الوجه البحلي تلاتاشر محافظة. محافظات الوجه القبلي تسع محافظات. وكمان محافظات الحدود الصحراوية خمس محافظات. طيب تعالوا نفتكر. المحافظات بتاعة الحدود الصحراوية واحنا هنشوفها في الاختيارات اللي جابة الصحيحة. قلنا موجود عندنا شمال سيناء وجنوب سيناء. دول محافظاتين موجودين في شبك زير السيناء. جمع كمان عندنا محافظة البحر الاحمر. كده ثلاث محافظات. وعندنا محافظة الوادي الجديد. اربع محافظات. وعندنا المحافظة الاخيرة هي محافظة مطروح. وهي اللي جاي معي في الاختيارات. يبقى الاختيار الصحيح هيكون محافظة مطروح. اتنين. افريقيا. مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول داخلها. لذا فهي. طيب هي افريقيا هنا. التعريف فتاحها ده. مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول داخلها. التعريف ده كان طبعا مصطلح ايه? هل دولة محافظة قارة جزيرة? يعني انا بقول دولة افريقيا? ولا محافظة افريقيا? ولا قارة افريقيا? شطر حبيبي قالوا هي القارة طبعا من غير ما نقول الاختيارات اساسا قالوا قارة افريقيا. والقارة هي مساحة واسعة من اليابس تضم عدد من الدول داخلها. ثلاثة. مساحة شاسعة من الماء المالح ذات اعماق كبيرة. هذه العبارة تنطبق على مساحة كبيرة جدا من الماء المالح ذات اعماق كبيرة. طيب العبارة دي تنطبق على ايه? هل نهر النيل? ولا البحر الاحمر? ولا المحيط الهندي? ولا بحيرة ناصر? انا اقول مساحة شاسعة من الماء المالح. هاخد كلمة الماء المالح. ايه الاختيارات اللي هرفضها من اختيارات القدامي الاربع القدامي? هطلع كل الاختيارات اللي فيها مية عزبة. مسطحات اللي فيها مية عزبة. زي نهر النيل مية عزبة. وبحيرة ناصر هي جزء من نهر النيل او واخدى مية من نهر النيل. يبقى برضو مية عزبة. يبقى دول مش في اختياراتي خالص. طيب المساحة الشاسعة الكبيرة جدا اللي من الماء المالح اللي ذات الأعماق كبيرة هل دي تنطبق على البحر الأحمر ولا المحيط الهندي ببساطة خالص هكارم ما بين الأعماق في البحر الأحمر والأعماق في المحيط الهندي طبعا هنقول أن المحيط الهندي هو ذات أعماق كبيرة وده تعريف المحيط يحتوي شعار محافظة الكاهرة على نوعة الذي يعبر عن تاريخها لو احنا بصينا على الشعار قدامنا هل الجامع الأظهر ولا جامع عمرو بن العاص ولا جامعة القاهرة ولا قلعة صلاح الدين الأيوبي طبعا حبيب الحلوين كل اللي اتذكروا دول موجودين في القاهرة طيب لكن اللي موجود فيه شعار في الشعار اللي موجود شعار محافظ القاهرة اللي مكتوب عليه كلمة القاهرة على قاعدته ده يا طرق ايه شطار حبيبي نقول اننا حافظين وعارفين وان ده صورة الجامع الازهر اللي خلفه الشمس ساطعة لبقى ده الاختيار هنقول الجامع الازهر أمسة مدينة شرم الشيخ من أجمل المدن السياحية على البحر الأحمر هذه العبارة تعبر عن نقطة مدينة شرم الشيخ لما أقول عن مدينة شرم الشيخ من أجمل المدن السياحية على البحر الأحمر يا طرق ده يكون رأي ولا خيال ولا حقيقة ولا لا شيء مما سبق ما فيش اختيار صحيح لما حد يتكلم يقول ان مدينة شرم الشيخ من أجمل المدن ده عبارة عن ايه رأي ولا خيال ولا حقيقة ولا ما فيش اختياره صحيح طبعا كلنا هنقول مع بعض وعارفين ده رأي يا مستر يبقى ده رأي طيب ليه رأي لأنه بيعبر عن وجهة نظر الشخص اللي قاله ممكن حد تاني يقول لا ده مدينة القاهرة أجمل أو من أجمل المدن حد يقول الأسكندرية حد يقول الغاردقة يبقى أنا عندي كذا رأي في حاجة زي دي يبقى ده رأي إذا أردت أن تستخدم مصدرا أولين لعمل بحث عن قناة السويس فإنك تستخدم نقط لو حاجبت تعمل تعمل بحث عن قناة السويس ومحتاج لمصدر أولي طيب قدامك مجموعة من الاختيارات تعنشوف أيهم مصدر أولي موسوعة عن القناة ولا وثيقة رسمية عن القناة ولا كتاب عن قناة السويس ولا مقال عن القناة عام 2014 ميلادية طبعا هنقول هنا إن المصدر الأولي اللي موجود هي الوثائق الرسمية والمخاطبات الرسمية وثيقة رسمية عن القناة وثيقة رسمية عن القناة ضع كلمة صح أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الغير صحيحة واحد إذا أردت معرفة موقع القاهرة على الخريطة فإنك تنظر إلى مقياس الرسم لو أريد أن أعرف موقع القاهرة على الخريطة دي هنظر إلى مقياس الرسم إيه اللي يعرفني هنا القاهرة هي عاصمة مصر طيب هنا في المفتاح جايب لإيه العاصمة قدامها نقطة حمرة فأنا نبسطها هنا أهي القاهرة حلفتها من خلال شطر حبيبي طبعا خلفتها من خلال مفتاح الخريطة وليس مقياس الرسمي يبقى العبارة أولى خطأ العنصر المفقود في الخريطة المقابلة هو وردة البصلة تعالوا نراجع مع بعض على عناصر الخريطة عندنا خمس عناصر عنوان الخريطة مكتوب خريطة بعض المدن المصرية شبكة خطوط الطول ودوائر العرض أدي خطوط الطول ودي دوائر العرض موجودة مقياس الرسمي موجود قدامي مفتاح الخريطة كمان موجود إيه العنصر اللي زال ناقص؟ هو طبعا أو المفقود هو وردة البصلة مش موجودة على الخريطة قدامي يبقى العبارة هنا عبارة صحيحة ثلاثة رحية البحار بمصر من جهة الجنوب والغرب لما جاءتكلم عن البحار اللي في مصر يا حبيبي البحار في مصر بتحيط بها من جهة الجنوب والغرب طيب أنا عندينا بحر إيه؟ شطار البحر المتوسط والبحر الأحمر طب البحر المتوسط في جهة إيه؟ ورفع عليكم في جهة الشمال يبقى أنا عندي بحر في جهة الشمال طب البحر الأحمر في جهة الشرق يبقى البحار بضحيد بمصر من الشمال والشرق الجنوب والغرب لحدود بشرية أو يابسة للحدود اللي بين مصر وليبيا في الغرب ومصر والسودان في الجنوب يبقى العبارة دي خطأ لتحديد الاتجاهات على الخريطة نستخدم خطوط الطول ودوائر العرض اللي بيساعدني على أننا أحدد الاتجاهات على الخريطة هو خطوط الطول ودوائر العرض يا ترى العبارة دي صحيحة؟ طبعا العبارة دي خطأ يا مستر لأن اللي بيحدد لي الاتجاهات على الخريطة الاتجاهات الأصلية والاتجاهات الفرعية هي وردة البصلة يبقى خطأ يوافق السادس من يوليو من كل عام العيد القومي لمحافظة القاهرة لما تكلمنا عن العيد القومي لمحافظة القاهرة بصفتها عاصمة مصر قلنا هو يوم ستة يوليو من كل عام يوم ستة سبعة من كل عام ليه؟ ده اللي يوافق ذكرى وضع الجوهر السقلي لحجر الأساس لبناء مدينة القاهرة يبقى العبارة هنا صحيحة الكتب والمقالات والموسوعات والجرائد من المصادر الأولية كل الحاجات دي أنثلة على مصادر أولية طبعا شطار قالوا كلهم خطأ لا دي مصادر ثانوية المحيط الأطلانت هو المساحة وسعة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة العبارة هنا شطار طبعا عبارة صحيحة لأن المحيط مساحة وسعة أو شاسعة من الماء المالح ذات أعماق كبيرة يجب علينا رفع عالم مصر عاليا وعدم لمسه للأرض من الحاجات أو السلوكيات اللي بتعبر عن احترامنا للعالم أو عالم بلدنا يبقى العبارة هنا عبارة صحيحة تمر السفن في الاتجاهين بقناة السويس بعد حفر قناة السويس الجديدة احنا لما تكلمنا عن قناة السويس الجديدة اللي تم حفرها عام 2015 في درس المصادر الأولية والمصادر الثانوية كنا أن حفر قناة السويس الجديدة ساعد على زيادة أهمية موقع مصر وكمان ساعد على أن السفن تمر في الاتجاهين بقناة السويس وأيضا وفر أو قلل من زمن الرحلة من عشرين ساعة لأحداشر ساعة فقط أو من اتنين وعشرين ساعة لأحداشر ساعة فقط يبقى العبارة هنا عبارة صحيحة عشرة لحساب المسافات بين المدن على الخريطة نستخدم مقياس الرسم اللي بحسب بالمسافات بين المدن على الخريطة بستخدم ايه؟ طبعا شطار حبيبي ويهي في الدرس الأول يا حبيبي موجود عندنا في الأنشطة الكتاب المدرسي يحسب المسافات بين بعض المدن المصرية باستخدام مقياس الرسم على الخريطة والعبارة هنا دي عبارة صحيحة أجب بما هو مطلوب هنشوف كل سؤال طالبي اذكر أحد السلوكيات التي تعبر عن احترامك لعالم مصر يعني ايه السلوكيات اللي انت تعملها؟ اللي توضح أو تظهر احترامك لعالم مصر طبعا قلنا العديد من السلوكيات اللي احنا نعملها منها لازم نعملها كلنا واحنا في المدرسة كل يوم الوقوف باحترام أثناء تحية العالم كمان ممكن رفع العالم عاليا وعدم لمسه للأرض عدم ابتلال الماء بالعالم بالماء أو احتراقه كل دي سلوكيات لازم اعملها للعالم أو تظهر احترامي لعالم مصر يبلغ وقوف احترام أثناء تحية العالم اكتب دليلا واحدا على صحة العبارة التالية مصر دولة بحرية ايه يا دره الدليل على ان العبارة دي صحيحة؟ مصر دولة بحرية بحرية يعني ايه؟ عندها بحار طبعا كده الإجابة بقت سهلة جدا يا حبيبي ايوة طبعا احنا عندنا بحار عندنا البحر ايه والبحر ايه؟ شطار اقول ان البحر المتوسط بيحد مصر من جهة الشمال والبحر الاحمر بيحد مصر من جهة الشرق اذكر ثابة واحدة لأهمية الخريطة عند الجيش لما تكلمنا عن أهمية الخريطة عند الجيش قلنا ان الجيش بيستخدم الخرائط او الخريطة رفع عليكم لتحديد المواقع الحربية اذكر ثابة واحدة لأهمية قناة السويس لما تكلمنا عن أهمية قناة السويس قلنا انها أهم ممر ملاحي عالمي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط واللي حفرها زود من أهمية موقع مصر بالإضافة إلى زيادة النشاط التجاري واقتصاد مصر او زالة الأهمية الابتصادية لموقع مصر أهم مرة ملاحي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط وده أدى إلى احتلال مصر دورا هاما في التجارة العالمية اذكر سبب احتفال محافظة القهرة بعيدها القومي في 6 يوليو من كل عام ليه القهرة؟ العيد القومي بتاعها يوم 6 يوليو من كل عام وأنا ذكرتها سابقا لما كنا بنحل في سؤال صواب أم خطأ وقالنا أن ليه القاهرة بتحتفل بعيدها قومي في يوم 6 يوليو من كل عام وده الذكرى أو الذكرى بيد القائد جوهر السقلي في بناء مدينة القاهرة أو كتب تفسيرا واحدة للعبارة التالية ساعد نهر النيل على ظهار الاقتصاد المصري منذ القدم اللي هي نتكلم عن أهمية نهر النيل بالنسبة للاقتصاد طبعا نقول أنه ساعد على استقرار المصر القديم على جانبيه وكمان أن نتعلم الزراعة وساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة وكمان سهل اتصال مصر بجيرانها وسهل كمان الاتصال أو التنقل داخل مصر من الجنوب إلى الشمال يبقى أقول المصريين عاشوا على ضفافه وعملوا بالزراعة ده نشاط اقتصادي استخدموا النيل كتاريك للتجارة وده أيضا نشاط اقتصادي في جنوب مصر وشمالها وكمان ساعدوا أنه يربطها بدول وسط إفريقيا اقرأ العبارة التالية ثم فسر محافظة القاهرة عاصمة للبلاد ايه السبب؟ محافظة القاهرة هي عاصمة للبلاد لما خدنا درس محافظات مصر الدرس الرابع واتكلمنا عن أن القاهرة عاصمة للبلاد ليه تم اختيار محافظة القاهرة أو بيتم اختيار محافظة القاهرة عاصمة للبلاد لفترات طويلة عبر الزمن أو على مرور الزمن طبعا هنقول أو قلنا إن هي نقطة التقاء الوجه البحري أو محافظة الوجه البحري بالوجه القبلي بقى لها موقع غرفي متميز وكمان إن هي أهم مركز أو يتعد مركز ثقافي وحضاري وتجاري هام كما تركز الوزارات والخدمات والإدارات بها إن فيها كمان العديد من المناطق السياحية والأثرية الهامة زي قال عبد صلاح الدين الأيوبي زي الكنيسة المعلقة زي الجامعة الأزهر زي مسجد عمر بن العاص كل دي أماكن أثرية وسياحية موجودة في القهرة يبقى قلنا الموقع المتميز لأنها نقطة التقاء الوجهين البحري بالقبلي يتركز بها معظم الوزارات المختلفة سالة تاني حدد سببا واحدا لإنشاء الدولة العاصمة الإدارية الجديدة ليه الدولة بتعمل العاصمة الإدارية الجديدة نفكر فيها مع بعضي حبيبي فرصة مع بعضه تمام قلنا العاصمة الإدارية الجديدة من أهم المشروعات للدولة قائمة على إنشاءها حاليا أو في العصر اللي إحنا عايشين عليه وإحنا شاهدين عليه حبيبي كمان وبنشوف الإنجاز ده في شاشات التليفزيون يوم بعد يوم العاصمة الإدارية الجديدة قامت الدولة بإنشاءها لشطار تخفيف الضغط السكاني عن القاهرة أو بالعاصمة الحالية تخفيف الضغط السكاني وتكدس الخدمات بالعاصمة الحالية سؤال آخر أكتب المفهوم الجغرافي الدال على كل عبارة مما يأتي واحد هي خطوط وهمية رأسية لتحديد الموقع شرق وغرب خط الطول الرئيسي طبعا الإجابة في السؤال خطوط وبيتحدد المواقع شرق وغرب بالنسبة لخط الطول الرئيسي هي خطوط شطار خطوط الطول هي كل ما تم نقشه أو تدوينه من قبل أشخاص عاصروا الحدث أو شاركوا فيه اللي بيتم كتابته أو نقشه أو تدوينه من الأشخاص اللي كانوا موجودين وقت حدوث الحدث ودي قلنا المصادر الأولية هو النسبة بين المسافة على الخريطة وما يقابلها في الطبيعة اللي بيحسب للمسافة بين المدن أو المسافات على الخريطة ونفس المسافة دي أحسبها إزاي على الطبيعة ده إيه وربع لكم ده المقياس بتاع الرسم مقياس الرسم أحد عناصر الخريطة رمز لكل بلد يعبر عن تاريخها وتراثها ولكل جزء فيه معنا خاص إيه هو رمز البلد اللي بيعبر عن تاريخها وتراثها طار هو العالم أن لكل بلد عالم يعتبر رمز لها ويعبر عن تاريخها او تراثها العالم. مساحة واسعة من الماء المالح ذات اعماق كبيرة. طبعا التعريف ده والمصطلح ده من اهم المصطلحات اللي بتتكرر معي كتير. هو المحيط. هو كل ما تم تدوينه بعد مرور زمن طويل منذ وقوع الحدث. اللي بيعدي عليه او بيتم اكتبته بعد مرور زمن طويل من وقوع الحدث او بعد انتهاء الحدث ده هيكون شطار المصادر الثانوية. هو موقع القارة او الدولة بالنسبة لليابس والماء. لما اخذنا موقع مصر بالنسبة للعالم. قلنا الموقع بتاع القارة او الدولة بالنسبة لليابس والماء. ده كنت بسميه ايه? اشوف عليكم. ده اسمه الموقع الجغرافي. الموقع الجغرافي. اللي هو بين موقع الدولة او المكان بالنسبة لليابس والماء. هي خطوط تفصل بين محافظات الدولة الواحدة. ايه الخطوط اللي بتفصل بين المحافظة وجيرانها او محافظات الدولة الوحدة. طبعا شطار ده اسمها الحدود الادارية. حدود ايه? ادارية. الراية تتخذها المحافظة. رمزا لها تعبر عن نشاط سكانها او جزء من تاريخها. طبعا ان الراية اللي بتختخذها كل محافظة وكل محافظة لها راية او شعار. ده سمناه الشعار. اكمل العبارات الاتية. واحد من مظاهر الاحتفال بعيد القومي للمحافظة. لما المحافظة بتعمل احتفال بالعيد القومي. يا طرى ايه? اكتر حاجة بنشوفها. شطار تزيين الشوارع والمادين. وكمان ان المحافظ بيفتتح العديد من المشروعات اللي بتخدم ابناء المحافظة. اتنين. يقع اللون نقط في اعلى علم مصر. ايه اللون اللي في اعلى العلم من فوق? طبعا هو اللون فراغه. اللون الاحمر. واللي بيعبر عن ادماء الشهداء من اجل الحرية. ثلاثة. من محافظات الوجه البحري. انا عندي العديد من المحافظات. انا عندي تلتاشر محافظة. اذكرهم. لو انا في محافظة محافظة الوجه البحري ممكن اوز تذكر المحافظة اللي انا عايش فيها. طيب اقول ايه? مثلا عندي القاهرة. القليوبية. الدكاهلية. والمنوفية. الغربية. الشرقية. كمان كفر الشيخ والبحيرة الاسماعيلية. كل دي محافظات اسمها محافظات الوجه البحري. وضميات. كل دي اسمها محافظات الوجه البحري. اسهل الحاجة اننا اذكرها طبعا الاسكندرية او القاهرة. نقطة هي مساحة واسعة من اليابس تضم عددا من الدول. المساحة الكبيرة من اليابس اللي فيها عدد من الدول. وده تعريف شطار ده تعريف القارة. الكتب والمقالات من المصادر. نقطة المعلومات. ان الكتب والمقالات الموسعات والجرائد كلها اسمها مصادر. احسنتم مصادر ثانوية. لاحظوا الصور الآتية. ثم اكمل الجدول مستخدمين الكلمة التالية. الصورة اللي قدامنا. بيت قرر لنا ما بين خطوط الطول ودوائر العرض. وجيب لنا كلمات هنكمل بيها الجدول. او الكلمة المواقع شمالا. افقيا. شرقا. غربا. رأسيا. جنوبا. وهو هنا. وملة مقارنة بين خطوط الطول ودوائر العرض. ما بين التشابه والاختلاف بين كلهم منهم. اولا التشابه. ايه وجه الشبه او التشابه في خطوط الطول ودوائر العرض. قال لك ايه? كلاهما بتستخدم في تحديد. رفع عليكم. اول حاجة المواقع. طيب الاختلاف عنده خطوط الطول. تتخذ شكلا خطوط الطول. هتاخذ شكل ايه? شطار رأسيا. وتقسم الكرة الارضية الى نصفين شرقا وغربا. ايبا رأسيا وشرقا وغربا. طيب دوائر العرض بسيطة. انا ممكن اشوف الكلمات اللي انا اخذتها وخلاص اعمل عليها علامة واشوف الباقي ايه اقضت مكانه. لكن احنا عارفين التعريف فتاحها وعارفين ازاي نجاوبها من غير حتى ما تيجي لها كلمات. هقول ايه? دوائر العرض بتتخذ شكل افقي. شكلا ايه? افقيا. وبتقسم الكرة الارضية الى نصفين شمالا وجنوبا. يبقى شكلا افقيا تقسم الكرة الارضية الى نصفين. نصف شمالي اللي هو شمال دائرة الاستواء. ونصف جنوبي اللي هو جنوب دائرة الاستواء. جايب لنا جدوى المقارنة تاني. اكمل الجدول التالي بالكلمات الاتية. الطائرات الاماكن تفصيلا وضقة اعلى. والاكمار الصناعية. دي برضو يا حلوين. يقول لك وجه التشابه والاختلاف ما بين كلا من الصورة الجوية والصورة الفضائية. وان النيكلا هما التشابه. برافا عليكم. بيستخدم فيه تحديد مواقع الاماكن. مواقع ايه? الاماكن. واخدتهم في الدرس الاول انهم من ادوات تحديد الموقع. الصورة الجوية والصورة الفضائية. طب لاختلاف. تعالا نتكلم عن الصورة الجوية. يتم التقاطها من الجو باستخدام الجوية هتبقى بيه? استخدام. برافو. الطائرات. وتعطي صورة حقيقية لسطح الارض ومعالمها. تساعد في رسم خرائط اكثر شطار قريبة من الارض فهي تدي الخرائط بتاعتها تبقى اكثر تفصيلا وضقة او ضقة وتفصيلا. طيب الصورة الفضائية? يتم التقاطها باستخدام برافو عليكم فضائية من الفضائي وباستخدام الاقمار الصناعية. لذلك بتظهر سطح الارض من اقمار صناعية بتجيب سطح الارض من احسنتم الاعلى. بتتميز الاقمار بقدرتها دوران حول الارض لذلك في اقتقت ايه? عدد اكبر من الصور والمواقع. وبكده يبقى انا ادرت اقارن ما بين كل من الصورة الجوية والصورة الفضائية. وايضا ادرت اقارن ما بين خطوط الطول ودوائر العرض وعرفت اوجه التشابه والاخلاف في كل منهم. وبكده يا حبيب ينكون وصلنا لنهاية حصتنا النهاردة. اتمنى لكم التوفيق والسداد ان شاء الله. والى اللقاء في حصص اخرى. ان ساء الله والسلام عليكم ورحمة الله.